معي من السنبول لأحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري أهلا بك سيد أحمد معنا في نشرة المساء ما تفاصيل ما تم التوصل إليه حتى الآن في منطقة جيرود؟ يعني حقيقة هناك خمس مناطق الآن في القلمون الشرقي تتم محاصرتها والضغط عليها بشكل متزايد ومنع الغذاء والدواء عن سكانها في محاولة لإرغام المواطنين في تلك المناطق التي تعتبر محاصرة من الأساس ضمن حصار القلمون لإرغامهم على التهجير من ناحية على الاستسلام على السماح للنظام بالعودة إلى تلك المناطق كل هذا الموضوع يتم بضغط روسي بعد ساعات قليلة من انتهاء آخر جولة من محادثات أستانا وهو يقوض فعلا أي مصداقية للجانب الروسي الذي يتحدث بلغة ويفعل على الأرض السورية بلغة ثانية تماما مسلسل التهجير ما زال مستمرا بضغط عسكري وبحصار اقتصادي ومعيش على المواطنين ونحن نشاء مناشد الجميع رفض كل هذه الخطط عفوا طيب سيد أحمد هل ما زالت أدوات الضغط من قبل النظام قائمة على هذه المدينة يعني كان هدد المدنيين وقطع الطريق والممر الرئيسي لهم نعم يعني هناك فعلا حصار مطبق هناك استدعاء لعدد كبير من الميليشيات والقوات العسكرية لتطويق تلك البلدات في القلمون الشرقي وهذا الموضوع يتم حقيقة في ظل أن الجانب الروسي ترك منفردا الآن ليتصرف بتلك المناطق بالتعاون مع الميليشيا الإرهابية الإيرانية ونحن فعلا نناشد مواطنين هناك البقاء صامدين التشبث بأرضهم رفض كل ما يطرح عليهم عمليات التهجير هي جزء من عمليات الاستلاع على أملاكهم وعقاراتهم ومنعهم من العودة إلى أراضيهم ومحاولة الضغط عليهم بكل الوسائل الائتلاف الوطني سيتحرك وبدأ التحرك فعليا بهذه القضية ونحن ندعو فعلا مواطنين للاستمرار بالتشبث بأرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم ورفض كل هذه الضغوط لأن ما يطرحه الجانب الروسي حول قضايا أخرى مثل قضية المعتقلين والمفقودين وعدم الاعتقال كل هذه القضايا ثابتة أنها كاذبة وما إن يدخل النظام وتدخل الميليشيات إلى هناك حتى تبدأ عمليات التصفية والاستلاع على الأملاك والعقارات وأخذ الشبان إلى التجنيد الإجباري لقتال إخوانهم وأهلهم ولن يروا لا معتقل ولا مفقود ولا يسمح لهم بالعودة إذن هي عملية استيلاء وتهجير مرة أخرى طيب يعني هل هذه التأثيرات على المدلع البعيد حال تم الاتفاق أم فشل حتى الآن هناك ضغوط تمارس على الأهالي وهناك اتصالات تتم معهم للاستضاع حول هذه النقاط لكن كما تعلمون الجانب الروسي وضع خطة هذه الخطة تهدف إلى تفكيك المجتمع السوري تفكيك المعارضة تفكيك القوى العسكرية التعامل مع كل منطقة على حدة يقوم بقدم منطقة ثم ينتقل إلى منطقة أخرى وهو يتحدث في أستانة عن مناطق لتخفيض التوتر أو تخفيض التصعيد العسكري لكن هذا الموضوع كله عملية خداع تتم لأهلنا وشعبنا في الداخل هم الآن يعقدون لقاءات مع ما يسمى بيئة العشائر يعقدون لقاءات مع المجالس المحلية يحاولون استدعاء وجغاء كل ذلك لعادة تشكيل المجتمع والدولة السورية حسب هواهم يتصرفون كقوة احتلال في داخل الأراضي السورية لا يكترثون لأي أمر من الأمور لا إلى أستانة ولا إلى جنيف من الناحية الفعلية الاستراتيجية الروسية داخل سوريا هي الاستراتيجية الخطرة فعليا وهي تتسق وتتساوق فعليا مع الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى تغيير الديمغرافيا وتغيير طبيعة وهوية المجتمع السوري شكرا جزيلا لك من إسطنبول أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري شكرا جزيلا لك